محاولة أمريكية فاشلة لقتل ضابط إيراني بارز في صنعاء تحول هو الأخطر في موقف فاشنطن من الحوثيين ومن يدعمهم بعد أعوام من الوقوف في منطقة وسط بين الرضا عن الحوثيين والقبول بالحرب عليهم الضابط المستهدف هو العميد عبد الرضا شهلاء القيادية البارز في الوحدة 400 تابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي كان يقوده الفريق قاسم سليماني قبل مقتله في عملية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي في الثالث من شهر يناير الجاري تؤكد الحكومة الأمريكية أن العميد شهلاء الذي يعتقد أنه المسؤول المالي في فيلق القدس متواجد في صنعاء وقد رصدت مطلع ديسمبر الماضي مبلغ 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله شهلاء متهم بالضلوع في القيام بجرائم إرهابية بعضها وفقا للرواية الأمريكية استهدف مواطنين أمريكيين كما أنه خطط أيضا لاغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل جبير عندما كان يتولى منصب سفير بلاده لدى واشنطن ويتهم كذلك بالتورط في عمليات واسعة لتهريب الأسلحة للحوتيين وإدارة الدعم اللوجستي والتسليحي الذي تقدمه طهران لمليشيا الحوثي الإنقلابية لا تتوفر تفاصيل دقيقة حول عملية الاغتيال الفاشلة التي نفتتها الولايات المتحدة ضد شهلاء في صنعاء بطائرة مسيرة على الأرجح ولم تتبنى وزارة الدفاع الأمريكية العملية بشكل علني لكن مسؤولين أمريكيين أبلغ وكالة رويتارز بأن واشنطن نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا وأن العملية تتزامنت مع الضرب التي نفذت في نفس اليوم وقتلت فيها الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني تفاجأ الحوثيون ربما بالعملية الأمريكية التي أرسلت رسائل قوية على أن سياساتها تجاههم قد تغيرت وأن دور الوساطة الذي أبقى الأمل لدى الميليشيا بحصاد سياسي مجزي لمغامراتهم العسكرية التي جرى معظمها تحت أنظار أمريكا ومباركتها بات اليوم محفوفا بالمخاطر وتقلبات المفاجئة فها هي صنعاء كما هي بغداد تتحول إلى مسرح لتصفية الحسابات وإلى ساحة صراع بالوكالة الجديد فيها أن الطائرات المسيرة الأمريكية لم تعد تلاحق من تصفهم بمتطرفي القاعدة فقط بل اتجهت نحو استهداف عناصر أجنبية دفعت بها إيران للمساعدة في تحويل اليمن إلى مجال نفوذ حيوي لها فيما يجري تنفيذ مخطط كهذا تحت شعارة ملتهبة عنوانها المواجهة مع أمريكا وباطنها يضمر أهداف السيطرة الطائفية على اليمن